يعني مقابل هذا النشاط اليسوي محمد بن سلمان والفتاح أو بالأحرى المحاربة للدير يعني هناك كذلك إشكالية عند كثير من حركات الإسلامية أنها ليست بالصلابة المطلوبة أمام هذا التغول من قبل الصلط خاصة بعد الثورة الثورات العربية بعد الربيع العربي يعني فيه حرب شنيعة على الإسلام وعلى الأخلاق وعلى القيم وعلى العقيدة من السعودية للإمارات إلى مصر إلى من يخدمونهم في المغرب وفي الأردن وفي غيرها إلى سوريا مقابل هذه الحرب العنفة يعني هناك لين وهناك نوع من المجاملة المبالغ فيها لهذا الضغط من قبل كثير من الحركات والتيارة الإسلامية والشخصيات ونفكرين الإسلاميين ويضعونها تحت بند المصلحة البراغماتية دفع الضرر دفع الضرر دفع الضرر إلى آخره هذه الظاهرة صحيح أنها ليست جديدة وقديمة ولكنها وصلت إلى مراحل خطيرة حتى عند بعض الجماعات المفروض تكون محترمة يعني حينما ترضى بأن تقدم تنازلات لإيران وتمدح إيران وتمدح قتلة تعتبرها شهداء لمصال لتحقيق مصلحة أو تقدم تنازل من أجل إرضاء الملك في المغرب أنك تقبل بالتطبيع بطريقة تبيع فيها المبادئ بحجة والله أنا عندك هامش شرعي يسمح لك بذلك هذه قضية تحتاج لنقاش أنا أظن أن الضاهرة متى يبدأ هذا الهامش وبدأ ينتهي شوف الضاهرة هذه في نظري وكتبته في مقالي الأخير سببها هو اختلال في التوازن بين كونك صاحب مظلمة من جهة وكونك حامل رسالة من جهة أخرى تغليب المظلمة على الرسالة هو الذي يؤدي إلى هذا الخلل يعني هو الأساس لما نقول حركات إسلامية المفروض أننا نلتزم بأخلاقيات الإسلام بمبادئ الإسلام يعني فيه ضوابط لا يجوز أن نتجاوزها وإلا ما الفرق بيننا وبين من لا يسمي نفسه حركة إسلامية لكن معظم الحركات الإسلامية بسبب الضربات المتلاحقة بسبب الإبتلاءات وبعض قياداتها يفكرون بما هو أدنى كصاحب مظلمة أنه أنا عندي إشكال أنا محاصر أنا مطارد أنا لدي أيتام أريد أن أطعمهم أنا لدي أرامل أريد أن هم يحتجون هم يأتون بأدلة في غير موضح يعني لما يقول لك والله لمن يكره قلبه مطمئنين بالإيمان طيب هذه الهسياق وشروط مختلفة تماما لما تتكلم عنه في ناس حوصروا وضغط عليهم ضغطا شديدا ومع ذلك صبروا وانتصروا يعني اذكر لي أحد الأخوة عن نقلا عن السلام ضعيف الذي اعتقله الأمريكان وبقى عندهم في غونتناو ثم أطلق صراحة وأحسنوا عاملتها أسى ولعل أن يكون جسرا للتفاوض مع طالبان فاتصل به الأخي اللي أخورني سمح لي بنشرها اتصل به رئيس الناتو بنفسه قال ممكن أن نلتقي قال نلتقي على شي نيش قال نتفاهم قال أنا لست مفوضا الحديث معكم ولا أريد الحديث معكم أصلا إذا تخبرون تخرجون من أفغانستان هذا عندكم ناس تفاوض معهم كيف تخرجون غير ذلك ما عندي فراح وسط شخص آخر كلم عبد السلام ضعيف أحد شخصية إسلامية ما في داعي ذكر اسمها قال لي يا ليت ترد تقبل قال ولا أقبل قال طيب قال لي في حالة واحدة إذا جاني ضيف إذا جاني ضيف ما أرد أنا بس جاني ضيف ووكله وقل له مع السلام ما أقبل مثل أخلاق العرب يعني إذا جانك ضيف ما تقول له فإذا بي رئيس النيتو قال طيب ممكن يأخذ معك موعد على البيت قال لا موعد ما فيه يجيني ضيف يطرق الباب طرقا وفعلا جاء رئيس النيتو طرق الباب ودخل موجدا لا وحدة قال ليش لوحدك قال لا أولا دي يقاتلون في الجبهة أنا لو كنت استطيع قاتل رح تقاتل دفع ما استطيع قاتل وإذا ماتوا يجوا أحفادي يقاتلون قال طيب يعني خلنا نتفاهم قال ما في تفاهم أنت جاي تأكل غداك وتمشي تفاهم ما فيه قال طيب ليش حنا الحاكمين حنا مسيطرين حنا الأقوياء حنا ندمركم قال أقضوا ندمروا خذ راحتكم حنا ما عندنا تنازل حتى لو انتهنا تمام قال طيب شي الحل قال ما في حل تطلعون الحل هو أن تخرجوا من فغرستان أنت محتل مجرم قاتل سفاح يجب أن تخرج من هذا البلد ما عندي كلام ثاني وحتى لو كان عندي كلام ثاني أنا أصلا غير مخول أنا أصلا غير مخول هذا يقودنا إلى الحديث عن البرغماتية البرغماتية المذهب يعني أصبح مذهب سياسي ومذهب فكري ومذهب أخلاقي أيضا هذه البرغماتية شاعت في العالم وبالذات في السياسات الغربية وأصبحت مسيطرة في السياسات التي هي الانتهازية والنفعية الوصول إلى المنفعة بأي سبيل من السبل أو بأي طريق من الطرق شيوع هذه الفلسفة الفلسفة البرغماتية في العالم أيضا أدى بطبيعة الحالة الناس يتأثرون بمجتمعاتهم الإنسان أشبه بزمانه من الماء بالماء فتأثر بعض ذوي المفترض ذوي الأصول الثابتة بالإسلام والقيام والمبادئ تأثروا بهذا الجو البرغماتي وأصبحوا يعني يعتنيقون البرغماتية عمليا وإن رفضوها قوليا أو لفظيا أو مصطلعيا وهذا أدى إلى مجموعة من الأخطاء والكوارث على مستوى الأفكار والمبادئ وعلى مستوى النتائج والأشياء العملية التي أرادهم الوصول إليها حتى المنافع التي ظنوا أنهم من خلالها من خلال البرغماتية يصلون إليها لم تتحقق المنافع بالشكل الموجود مع أن هذه القضية يعني بعدا عن مصطلح البرغماتية مناقشة ومعروفة في الشريعة الإسلامية في الكلام عن مصالح والمفاسد وفي باب كبير عند المالكية والحنابلة بالذات وهو باب باب سد الزرايع وباب فتح الزرايع متى تسد الزرايع ومتى تفتح الزرايع ومتى تستعمل هذه وجوبا ومتى يحرم استعمالها لكن للأسف الشديد تحت الضغط هذا الراهن والناس يعني استساغوا أو بعضهم استساغوا مثل هذا الأمر فأصبح يتذرع بمثل هذه القضايا ومثل هذه الأمور فأدت إلى هذه الخسائر الكبيرة وهي ذرائعية في الحقيقة هي ذرائعية وأحيانا أبو ناجي ذكر نقطة قال لك لأنه أحيانا يكون هناك يعني على أساس لديك يتامة يجب أن تطعمهم أو أرامل يجب أن ترعيهم أو سجناء لكن أحيانا ليس هناك من هذا القبيل إطلاقا أحيانا هناك طمع في الوصول إلى السلطة والمستبد يفهم ذلك ويعرف ذلك ويفتح لك المجال نحن عندنا تجربة كبيرة في الجزائر في الموضوح هذا صراحة عندما ذهبت بعض الأحزاب التي تقول أنها إسلامية وخرج حتى الشيخ يقول رحم الله الدبابة التي حامت الديمقراطية في تبرير مرعب ومفزع هذه الدبابة هي التي دمرت الديمقراطية بالضبط في تبرير مفزع حقيقة للإنقلاب واللي فيما بعد مثلا هو الشيخ نحناح يترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر في 1995 يقبلون كانت الأوضاع الدموية وعنف فكان أحد الأربع الذين ترشحوا طبعا كان معهم جنيرال فالجنيرال هو الذي فاز ويكونوا يعرفون أن الجنيرال هو الذي سيفوز حتى ولو ينتخب عليه خمسة أشخاص لكن سنة 99 عندما استقررت الأمور إلى حد ما وجئ ببوتفليقة منعوا الشيخ نحناح من الترشح لم يمنعوا فقط وسكتوا قالوا لأنه أخرجوه في صورة أنه كان خائنا أيام الثورة لأن فيه قانون في الجزائر يقول إذا كنت من مواليد قبل 1942 وليس لديك وثيقة تثبت أنك شاركت في الثورة فأنت خائن إما كنت مع الثورة أو كنت ضد الثورة فالرجل لم يكن خائنا في الحقيقة أعتقد أنه أم نمواليد ولم يكن خائنا والذين يعرفونه كانوا يعرفون أنه شارك في الثورة يعني شاب صغير أنا ذلك كان عمه 18 أو 19 سنة لكن في حدود ضيقة مثل لما طلعوا جواز أم مدري جدة حازم حازم إسماعيل إسماعيل هذا تصيد هذا من باب التصيد تصيد أي أنه أخرجوه في 99 على أساس أنه خائن للجزائريين وهو الذي شارك في الانتخابات الرئاسية 95 حتى الذين يعرفون شيخ نحنا يقولون أنه مات يعني هو مات بعد ذلك بثلاثة أو أربع سنوات يقول أنه عاش تلك السنوات مريضا وبقصة ومرارة شديدة مغبون مغبون جدا كان تجربة أنا معي شخصيا للمرة الماضية دردشت فيها مع بعض أخواننا لهو أيضا اللي خلف شيخ نحنا هو يسمى بجرى السلطان في بيتي في ليبيا وأنا كنت يومها ديبلوماسي ونائب السفير وجاءت قصة الحج حج الجزائريين منعوه المصريين وبالتالي تراكم الجزائريين في ليبيا يعني الذين يمرون بسياراتهم بشحناء وحافلاتهم فقصة طويلة المهم كان عندي في البيت مرة يتعشى فأسأله وكان يومها بسليماني الشيخ بسليماني كان خطف وقتل في باريس وهو نائبه لا هذا في الجزائر الجزائر بسليماني في الجزائر كان من زعماء حركة حمس زعماء حركة حمس كان هو شخص ثاني مع شيخ نحنا فسألت كان هذا الكلام في أفريل 1994 واختطاف شيخ بسليماني وقتله كان في نهاية 1993 أعتقد نوفمبر 1993 فسألت ونحن نتجارب الحديث في البيت قلت له كيف في رأيك من قتل الشيخ بسليماني فمباشرة قال لي قتله الشيخ نحنا ما سماش حتى الشيخ قال لي قتله نحنا قتله كيف صدمت أنا فجئت قال لي نحنا قتلوا ونحنا وبدأ يشتم في نحنا في الشيخ نحنا شتم كبير حتى قلت في نفسي لي توسكت يعني مش دت كنا نأكل بعدين قتله كيف قتلوا قال لي باختصار عندما وقع الانقلاب في يناير 92 انقسمنا داخل حركة حماس كانت أنا ذا تسمى حماس وليس حمس بعدين نحولها الألف لأن تغيرت من حركة مجتمع الإسلامي إلى حركة مجتمع السلم قال لي فانقسمنا إلى ثلاث ثلاث أطراف طرف يقول نحن مع الدولة وهؤلاء منتنطعين ومتطرفين هؤلاء الجبهة الإسلامية وبالتالي لا يمكن أن نقف إلا مع الدولة وقال لي في هؤلاء كانوا مقربين من نحن وهو شخصيا وطرف كان يقول نحن مع إخواننا وهؤلاء مظلومين وفازوا في الانتخابات الجبهة الإسلامية ونحن لا نستطيع أن نقف مع جنيرات العسكر وكثير منهم كانوا ضباط عند الجيش الفرنسي أيام الاستعمار إلى آخر قال لي وطرف كان وسطي كان فيه بسليماني وهو أن لا نمضي لا هنا ولا هناك يعني نحاول أن نكون في الحياد وأن لا نتورط في فتنة قادمة وبالتأكيد دماء قادمة إلى آخر قال لي الطرف الثالث الذي كان مع الجبهة الإسلامية داخل حركة حماس انسحبوا لأن وجدوا أنفسهم أقلية وبالتالي بقي فقط طرفان طرف مباشرة يقول رحم الله الدبابة التي حمد دمقراطية وطرف يقول يجب أن نبتعد عن هذه الفتنة ويقودها بسليماني قال إن حناح كان يحرب أجهزة الأمن على بسليماني يقول لهم أنا لا أستطيع أن أساعدكم كثيرا فبسليماني يعطل لي العمل داخل حركة حماس قال لي بالتالي هذه رواية أبو جرّ رواية أبو جرّ قال لي بالتالي كانت هناك جماعة مفبركة تتبع الجماعات الإسلامية المسلحة خطفته وقتلته لكن لقتلوهم المخبرات طبعا أنا أفزعني بهذا الكلام في حديثه وكنا أنا ذاك لم يكن موضوع اختراق الجماعات الإسلامية المسلحة معروفة بشكل واسع يعني كانت الناس تعتقد أن هذه بالفعل جماعات إسلامية تقاتل في جينيرالات سواء كنت معهم أو ضدهم هناك هؤلاء حدث ضدهم إقلاب إلى آخره لكن طبعا هذه النقطة كان طرحه فلما قضينا ساعتين أو ثلاثة في البيت بعد الآكل خذتوا إلى المكان كانوا يجتمعون في الساحة الخضراء آنذاك الآن يسموها ساحة ثورة في ترابلس مئات الجزائرين وصلوا لحد ثلاثة آلاف شخص هناك ويأتونا لهم ليبيين بالآكل وبالشرب فوصلت ورجعت البيت وسألت زوجتي قلت لا كيف أحوالي لأن زوجة أبو جرة ونسيبته كانوا عنا في البيت جبناهم للبيت أنا كان عندي شقة كبيرة وجبت بعض النساء اللي كانوا مرميات يعني هكذا كانوا في وضع سيء يعني في الساحة فقالت أنهم سيذهبون للسعودية الشيخ بو جرة وزوجته ويبقون هناك لأن الشيخ بو جرة سيعطى منصب عمل في ثانوية ثانويات هناك سعودية سعودية فقلت أنا هذا وسط التبرير لأنه المفروض أنا دبلوماسي ورسميا كان يخاف أنه يقول لي هذا الكلام لكن هو كان كان منزعج ومتشنج بشكل رهيب أنا لم أروي هذه القضية إلا بعد مرور 21 سنة عنها حدثت عليها في 2015 لحد واحد من إخواننا أحد القنوات فلما قلت هذا الكلام خرج أبو جرة وقال هذا كلام كاذب وأنا لم ألتقي محمد العربي زيتوت نهائيا وأنا لم أخرج أصلا من الجزائر وانا لم أخرج أساسا من الجزائر ولم أحج منذ ذلك الحين طبعا أنا استغربت لما سألني الصحفي قل هو شي يقول قلت له هذا كلام كاذب لأنه الذين يعرفون هذه القصة على الأقل الذين يعرفون أنه حج كانوا بالألاف الذين حجوا ذلك العام وهناك عشرات في السفارة ويعرفون هذه القصة طبعا هو تراجع فيما بعد وقال لا لا صحيح أنا كنت عنده في البيت وأكلت الكسكسي لآخره ولكن أهم حاجة الكسكسي ولكن لم أقل هذا كلام أظناء أهم حاجة أنه أكل الكسكسي ولكن لم أقل هذا الكلام اللي صادفني أكثر هنا لماذا ذكرت هذه القصة ماذا يربطها بالبراجماتية هو أنه قال لي هذا الكلام في الـ 94 يبدو أنه ذهب للسعودية وطلع الموضوع أنه يعطوله منصب شغل طلع كلام أي كلام فعاد كان تعرض لمحاولة اغتيال وهو خارج من إحدى مساجد قسنطينا فقتل ابن عمو وهو جرح وأصيب بجرح شديدة لكن اللي فاجأني أنا انتقلت طبعا وانشقيت على العصابات وفي أوت 95 في سبتمبر 95 أصبح هو رئيس الحملة الانتخابية للشيخ نحناح الانتخابات 95 يعني لم أصدق عندما قرأت الخبر أول مرة وكان أنا ذاك في بعض الجرائد التي نشرت أن أبو جرى السلطاني هو مدير حملة انتخابات نحناح لم أصدق ذلك طبعا سيصبح أول وزير هو اللي سيعين وزير في حكومة 95 في نهاية 95 ويدخل فيما بعد في عمليات تبرير أبشع بكثير من اللي تبناها شيخ نحناح أو الذين كانوا مقربين منه بس هذول أخوانها يعني يعني لكن لا لكن هذه باسم براغماتية قيلت صحيح صحيح لكن في ناس مخلصين مجاهدين وناظريين يعني نحسبهم كذلك يتوسعون يعني إنسان ما مستفيد أيها هذا الفرق بين الحالتين صحيح يعني في ناس حقيقة هم في صفوف الحركة الإسلامية لكنهم لا يتخلقون بالإسلام ولديهم طموحات شخصية وأطماع شخصية ولكن هناك من ناس نعرفهم ونشهد لهم بالفضل ولكن يقعون في مطبات البراغماتية بما يؤذي الصورة والواقع ونشروع نفسه هذا القصة أبو جرى نحن كنا نشهد له بالفضل أنا لماذا أخذته للبيت وأخذت زوجته ونسيبته إلى بيتي وقضوا كل فترة اللي كانوا فيها لماذا لأنه كان يعتبر داعية وكان كاتب مجموعة كبيرة من الكتب الصغيرة هي في الحقيقة من بعد عرفنا أنها ينقل من كتب أكبر لعلماء آخرين لكن كتب كبيرة وكان شيخ وكان يدرس وكان إيمان التجربة كان هذا كان في تلك الفترة هو الميدان هو اللي بكشف بالضبط الميدان هو القصة في قضية الميدان بس الحقيقة وهو السؤال الذي أنا يعني يدور في ذهني ومنذ قرأت مقالتك دكتور سعد اللي هي أنه هذه قضية البراغماتية أو الواقعية السياسية يعني حتى وجد لها مصطلح في العصر الحديث اللي هو الريال بوليتيك الواقعية السياسية وهذا يدرس يعني الحقيقة وله نماذج وله أصل في الإسلام وليس بدعا صحيح ما هو تماما مجتزى من التراث الإسلامي بيكون يعني منضبط آها تمام بأخلاقيات السؤال السؤال الذي عندي أخي أبو ناجي هو أنه هل هذه إشكالية منهج منهج يعني منهج فيك ربما أم هي نوازع فردية وتتكرر يعني المرة هي مزيج من الاثنين فإذن إذن من وين تأتي هذه أنا تسمحي أن أجيب على هذه النقطة أن الناس في نشأتهم وفي بدئهم يكون الإنسان عنده حماس وعنده رغبة شديدة في تعلم الإسلام وتعلم أموره لكنه يتعلم من الإسلام قضايا مشتتة ومفرقة يقرأ من السيرة شيئا ويقرأ في التفسير شيئا ويقرأ من الفقه شيئا ويقرأ في الحديث شيئا وهكذا لكن الأصول التأصيلية لمثل هذه القضايا التي كيف يتعامل معها الإنسان مع المستجدات ومع الأحداث ومع القضايا هذه لا تأتي من هذه القراءات التكوينية المشتتة وبالتالي فهم نشأوا فعلا نشأ على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج المجزة والمفكك فما تكونت لديهم المناعة العقلية والعقدية والقواعدية التأصيلية التي تمنع الشخص من الإنزلاق في منزلقات خاطئة تحت مبررات أن هناك منفعه يريد أن يصل إليها أو مصلحه يريد أن يصل إليها هذا سبب السبب الثاني أن الضغط الواقع وهو ما يسمى بالإلجائيات عموم قضايا الإلجاء الإلجاء السياسي والإلجاء الاقتصادي والإلجاء التنظيمي والإلجاء الشعبي والإلجاء الاجتماعي عموم قضايا الإلجاء الإكرهات يعني الإكرهات والإلجاءات التي تجعل الإنسان يندفع يندفع إلى قضايا ثم يقتحم بعدها أمورا ما كان له أن يقتحمها أبدا الأمر الثالث تأتي النوازع الفردية النوازع الفردية لا نستطيع أن نزيلها من أذهان الناس فهناك من يحب السلطة هناك من يحب المكان هناك من يحب أن يكون رئيسا هناك من للأسف الشديد القيادات بالذات عندهم لديهم داءان رئيسيا الداء الأول اعتقاد الكفاءة في أنفسهم فلما يعتقد أنه كفء وأنه إذا ترك هذا المكان فسوف يأتي إنسان غير كفء وبالتالي انهار العمل وانهار المشروع الأمر الثاني الوجاه أصبح وجيها ومعروفا والإعلام يذكره والناس يشيرون إليه ولذلك في أحد الغربيين كتب كتابا لطيفا اسمه ارحل أيها البطل وقال القادة والإداريين عموما عندهم هذه الندائين داء اعتقاد الكفاءة وداء البحث عن الوجاهة فقال ارحل الكفاءة ستوجد في غيرك والوجاهة لابد أن أن نالها أيضا شخص آخر سواء وجدت أو لم توجد عشت أو لم تعيش فهذه النوازع الموجودة في النفوس البشرية تؤدي إلى مثل هذه القضايا فيتقحم الإنسان حتى ربما على مستويات أقل من مثل ما ذكر الدكتور محمد قضايا يعني واحد قد ينال من شخص آخر لأنه يرى أن هذا الشخص الآخر سيء في اعتقاده وسيء في اتجاهه ويعتقد أن نيله منه سوف يؤدي إلى التقليل من شأنه والكبح من شره وهذه نفس الذرائعية نفس البرغماتية لكن هناك حاجز من القيام حاجز من البادئ حاجز من القواعد والأصول لو فقهها المسلم لعلم أنه ليس له حق أن يتجاوزها إلى مثل هذه الأماكن ومثل هذه المهاوي السيئة هو كلام الشيخ يختصر كلامك أو بالأحرى كلامك تتم بكلام الشيخ أنك أنت قلت منهج المنهجية السليمة هي التي تعصم الإنسان إذا الإنسان ماشي على تربية متفرقة مبعثرة يضيع لكن إذا كان عنده خريطة واضحة يعرف أين موقعه ويعرف الخريطة الكاملة ما يضيع يعرف الثوابت ويعرف الواجبات اللي أقل من الثوابت ويعرف المندوبات التي فيها مجال ويعرف المباح ويعرف الحرام ويعرف أين الميادين المسموح فيها وفي أي ظروف يعني أنت مثلا يحتجون بعمل نبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أنه قدم قسروا التنازل أنه سمح الحجاج بن علاط السلم أنه يكذب على قريش حتى يجمع فلوسه وأنه سمح نعاين بن مسعود أن يكذب حتى يفرق بينها أو سمح أبي جندل أن يفعل ما فعل كلها ليست قواعد هذه استثناءات والاستثناءات هذه لها ظروف وكتبت في نفس المقالي كتبت مجوعة قواعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا